بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم وبرحمن معكم إن شاء الله فيديو جديد النهاردة بإذن الله يبقى فيديو يعني يرضي طرر الطموح على ناس كتير نفسها كانت فيه وبإذن الله يبقى فيديو يعني يوفر عليكم حاجات كتير كان نفسكم تفهموها وهو موضوع الترانسوميشن بروتكشن أو الميكرويف بروتكشن اللي موجود في شبكات المحمودة عشان بس نبدأ نتكلم كده هو في فيديو عندي على القناة شارخ موضوع الترانسوميشن بالمكونات بوظيفة كل مكون بس أنا عايزة يعني في البداية كده قبل ما ندخل في البروتكشن الترانسوميشن بيتكون من الاندور الاندينة الراو أو الاوديو والآي اف كابل تمام؟ يبقى الميكرويف الميكرويف اندور يونيت ديش انتنة أو الطبق الراو والآي اف كابل اللي واصل ما بين الاندور وما بين الاوديو لو انت عايز تعرف وظيفة كل حاجة والدنيا دي دي هتلاقيه فيديو الوحدية على القناة هيقدر يشرح لك الموضوع ده طيب تعالوا نتكلم بقى عن قصة الميكرويف بروتيكشن اللي موجودة بشوية رسومات كده ظريفة انا حاولت اوصل بيها بس الموضوع الميكرويف بروتيكشن ده بيتعمل ليه والاساس ايه ده بيتعمل عشان حكتين يا اما عشان الموقع ذو اهمية كبيرة او موقع نودل او هاب تمام فمحتاج له اعمله بروتيكشن او ان الموقع يعني عايز ازود كمية الداتا اللي هي هتتبعت كمية الداتا اللي هي هتتبعت تمام ان زي ما انتو عارفين الترانسوميشن هو وسيلة الربط ما بين الموقع وعدية لحد ما توصل للبيس فتعالوا يعني في البداية بس اعربكم الرسم اللي انا رسمها دي عبارة عن ايه دي عبارة عن ايه دي عبارة عن اما قد الراوا هي وهذه الانتنة اهو المقونات اللي احنا لسا ايليها وده الف خلاص طيب في البروتيكشن بيستخدم يعني انه يعين من البروتيكشن او بيلعب في حاجتين تلاتة كده هم دول اللي بيلعب فيهم اول حاجة بيلعب فيها بيزود عدد الاجهزة يعني عشان يعمل بروتيكشن يزود عدد الاجهزة بحسن ان لو دي بايس باظ او حصل فيه فولتي الدي بايس التاني يقدر يشترك الحاجات التالية اللي بيستخدمها في عملية أو عملية زيادة أو نقل الداتا هو دي الحاجات اللي بيقدر يغير فيها كل شوية عشان يقدر يزبط عملية تعالوا اتعرف عليهم نوع نوع وما تقلقوش وفي الاخر بإذن الله هدي لكم مقارنة بسيطة جدا توضح لكم اللي أنا بتكلم فيه وركزوا معي لأن دي موضع أسئلة انتروفيوز كتير جدا غير اللي ناس كتير شغالة بالفيرد وبرضه ما عندهمش المعلومة النوع الأولاني اللي اسمه الوان بلاس زيرو الوان بلاس زيرو الوان بلاس زيرو دي معناها ايه ده انبرتكتد سيستم باختصار شديد النوع ده احنا بنستخدم فيه راو واحدة بس أو اوديو واحدة بس تمام ودش انتنة طبق واحد فقط وفريكوانسي واحد وفريكوانسي واحد ده نوع ما فيهوش اي ادفانتج ما فيهوش اي مميزات باختصار لو الراو دي حصل فيها مشكلة اللينك كلها واعدة السايت كل واحدة لذلك الموقع ده بيستخدم فيه انتبونت سايتس الموقع الصغيرة الموقع اللي ليس لها اهمية اللي ما بتفرقش معايا انها لو حصل عطلة المايكروويم ان انا لازم اعمله كافرينج او والحقه زي ما بيقوله تمام لحد ما راح اشوف المشكلة لا خلاص هو وقع المايكروويم حصل فيه مشكلة ايا كانت المشكلة ايه ايا كانت المشكلة ايه مش شرط ان حصل فيه مشكلة خلاص هو السايت بيبقى داون حين الناس لما بتروح وتعمله عمليات الاصلاح تمام النوع التاني من المايكروويف كونيكشن اسمه 1 plus 1 راح او H.S.P. او Hot Standup هي ترسل وتستقبل طبعا لحد ما تيم الصيانة ييجي ويشوف في المشكلة ايه ويبدأ يعالجها ده نوع بيتعمل للنورمال نودل سايتس أو النورمال هاب سايتس نودل سايت في وسط المدينة نودل سايت ما فيهوش مشاكل فادنج ما بيحصلش فيه مشاكل كبيرة اماكن قريبة من بعض تمام نورمال نودل سايت نودل سايته مش ما فيهوش عوامل مؤسرة كبيرة ولا مسافات كبيرة ولا اي حاجة فبستخدم الone plus one hot stand by عشان عملية ان الميل حصل فيها مشكلة الstand by بتبدأ تشتغل في النوع ده انا بيترانسفير بالميل ويبريسيف بالميل وبالstand by تمام طبعا في حالة ان الميل حصل فيها مشكلة يبقى الstand by هي اللي بتبدأ عملية الفرانسفير او التي اكس النوع التالت من البروتكشن اللي بيستخدموه تمام اسمه one plus one FD في النوع ده تمام هو بيستخدم برضو اتنين راو اتنين لاو خلاص وبيستخدم ديش انتنة واحد فقط الطبق بيبقى واحد فقط بس بيستخدم اتنين فريقونسي الراو دي على فريقونسي والراو دي على فريقونسي وبيستخدم ما اتقل المحل اتناه وبرتكالي حريزنتل خلاص هو بيستخدم وبيستخدم واحد يعاني التاني بس علي حاجة ان اي حد عايز يعرخ ولا 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 بديش انتنة والفريقونسي والبروتكاليزيزيشن كل ده اتكلمت عليه فيديو تاني بالتفصيل تقدر تروح له وتفهمه الاول وبعد كده تيجي في الـ Protection Types طيب الـ One Plus One Frequency Diverse تدوى بالديني إيه؟ هو الدلك حماية أنت بتبعت الداتا على اثنين Frequency مختلفين بـ Similar Polarization تمام؟ النوع ده احنا بنستخدمه لما بيبقى فيه مشاكل فادنج يعني في منطقة فيها شبكورة كبيرة أو فيها أي مشاكل من مشاكل الفادنج دي مطر كتير ما بتعدي على بحر أي مشكلة فيها فادنج أو عوامل خارجية أو نويز بيأثر على الإشارة بقدر أستخدم النوع ده عشان هو ده اللي بيقدر يعملي الـ Overcome للمشاكل دي تمام؟ وهو مسمى بـ One Plus One FD أو Frequency Diversity والمكونات بتاعته اللي احنا قلناها نوع الـ Protection اللي بيجي بعد كده اسمه One Plus One SD Space Diversity ده بيبقى عبارة على اثنين راو ولكن اثنين ديش أنتنة اثنين راو باثنين ديش أنتنة وبيستخدم Frequency واحد و Plurization واحد تمام؟ اللي هو vertical ya horizontal النوع ده أنا باستخدمه ليه أو باستخدمه إمتى الـ Space Diversity ده الـ 2 ديش أنتنة بالاتنين راو ده بيتحطوا على مسافة من بعضهم على الطور خلاص وبيتقاس بمعادلة معينة ده بيستخدم في حالة المسافات الكبيرة أو الربط في المسافات الكبيرة ما بين طور وطور خلاص يقدر يأخذها من ميل ويقدر يأخذها كمان من الطبق الثاني للفالد فهو بيستخدم للنوتر سايدس أو السايدس العادية with long distance with long distance تمام؟ هو ده المقصود بالـ Space Diversity وحاجة بديكية جدا وحاجة طبيعية جدا انت دايما بتلاقي الطبقين بتوعه أو الـ Dish antenna بتوعه كبار جدا ليه؟ ما هو اساسا سيستم بيستخدم للـ Long distance للمسافات البعيدة يبقى ازاي هيبقى مسافة بعيدة والـ Dish antenna هيبقى صغيرة وحنا كنا تكلمنا قبل كده أن كلما المسافة زادت أو كلما طول الموجة زادت لازم بيزيد أصاده الحجم أو الـ Diameter أو القطر بتاع الـ Dish antenna تمام؟ لذلك في الـ Space Diversity دايما بتلاقي الـ Dish antenna بتوعه كبار جدا عشان المسافة بتبقى كبيرة نوع تاني موجود من قصة الـ Protection للـ Microwave أو بمعنى صح عشان أزود الـ Data Rate أو أخذ Band أو أخذ Microwave أكثر إن أنا أنقل عليها Data بدأ يظهر الـ XBIC فالليحنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو 2 Plus Zero XBIC أو Cross Polarization Interference Cancellation الـ XBIC هو دخط صحيح مبدئيا لما أقول لك 1 Plus Zero زيها زي 2 Plus Zero تمام؟ زيها زي 4 Plus Zero أي حاجة Plus Zero دي معناها إن مفيش Protection هذا Zero معناه إن مفيش Protection لكن لما أقول لك 1 Plus 1 تمام؟ أو 2 Plus 2 خلاص بطلامة إن هو فيه رقم هنا سواء 1 أو 2 ده معناه إن فيه Protection بالـ Microwave ده بس عشان للناس تفرق فالنوع 2 Plus Zero XBIC 2 Plus Zero ده نوع مفيش Protection ولكن زود لي Data Rate طب المحتويات بتاع الـ XBIC دي بتبقى عبارة عن أي بتبقى عبارة عن 2 راو و ديش أنتنة واحد تمام؟ وبستخدم Frequency واحد ولكن بـ 2 Polarization أو Audio عليها Vertical و Audio عليها Horizontal للمعلومة برضو إن الأنواع اللي إحنا شفناها قبل كده هي زي الـ One Plus One وتستاند باي والكلام ده بيتوصلوا بحاجة اسمها كابلر يعني الـ 2 Audio لازم بيوصل كده ما بينهم حاجة اسمها كابلر وهننزل إن شاء الله الفيديو عليه خلاص وبعد كده بيوصل على الـ Dish Antenna في الـ 2 Plus Zero دي مفيش كابلر اللي اتنين رأوا بيدخلوا على الـ Dish Antenna على طوب تمام؟ يبقى الـ Dish Antenna ده مدنيش حماية لأن لو الـ Audio دي وقت ماشي هي وقت بداية ولو الـ Audio دي وقت هي وقت بداية ولكن هي دي المحتويات بتاعته أو المكونات بتاعته الـ One Dish Antenna One Frequency Two Plurization عشان يعملي في الـ Data Rate طب لو أنا عايز أعمل الـ Protection لـ 2 Plus Zero ظهر عندي بقى الـ 2 Plus 2 هو ده بقى اللي فيه Protection هو ده الـ X-Bic with Protection هو كل الفكرة عمل ايه؟ انه جاب الـ 2 أو الدور اللي احنا اتكلمنا عليهم بالمرة اللي فاتت وحط واحدة الـ Stand-Buy لدور واحدة الـ Stand-Buy لدور وكلهم على نفس الـ Dish Antenna We want Frequency We 2 Plurization ده ما عملش اي حاجة غير الـ 2 Plus 2 ده هو الـ Protection بتاع 2 Plus Zero حط بس زود Raw هنا أو Audio هنا وزود Raw هنا أو Audio هنا كـ Stand-Buy لـ Main D خلاص؟ وهتلاقوا نفس الـ One Dish Antenna One Frequency Two Plurization تمام؟ وعملي Increasing في الـ Data Rate عشان يزود الـ Data Rate أكتر وأكتر بدأ يفكر في أو ظهر عندي الـ 4 Plus Zero X-Bic الـ 4 Plus Zero بقى عبارة عن 4 Raw ودش انتنة واحد وخد اتنين Frequency Vertical و Horizontal تمام؟ Vertical و Horizontal ده same Frequency وده Vertical و Horizontal لي Frequency تاني ده بقى بدأ ما يعمل عملية زيادة الـ Data Rate لمرتين تزودها لأربع مرات تمام؟ الرازي دي بتتتخذ على الحاجة اسمها X-Bic Group عشان يدخلوا على نفس الـ Dish Antenna تمام؟ وده المحتويات بتاعة 4 Plus Zero ولكن زي ما قلنا طالما Plus Zero إذاً هو نظام أو System Without Protection Without Protection طب الحاجة الكبيرة اللي بدأ تظهر العملاقة اللي هي مش معمولة في سيطات كتير بس موجودة ولازم تاخد عنها فكرة الـ 4 Plus 4 هو ده الـ Protection بتاع الـ 4 Plus Zero بص العدد بتاع الـ Dish الـ Rawat قد ايه؟ أو الـ Raw's قد ايه؟ قد ايه؟ اربعة واربعة تمام؟ بقى عبارة عن ايه؟ من وستند باي من وستند باي من وستند باي من وستند باي هو عمل Protection بس للـ 4 Plus Zero يعني هو الـ Protection 4 Plus Zero عبارة عن ثمانية لو واندش انتنا 2 Frequencies اللي هو الاتنين اللي هو بالـ Burble ماشي؟ ده Frequencies وFrequencies is the same Frequencies والاتنين اللي بالـ Green دولا the same Frequencies تمام؟ ده نفس الكلام برضو بدل ما الـ Increasing الـ Data Rate بدل ما هي Double خليها أربعة أضعاف وفي نفس الوقت هو الـ System ده ما إلا ده الـ Protection بتاع 4 Plus Zero فكرة سريعة كنا لازم نعدي عليها وهي الميمو الميمو موضوع كبير وموضوع يطول شرحه ولكن في الظل ما احنا تكلمنا عن الـ Protection بتاع المايكروويف لازم أدي لك hint ولو hint بسيط عن الميمو الميمو برضو فكرته انه هو increasing data aid وبي يزود كمان الكفاءة أو efficiency بتاع الداتا اللي منقولة فأنا حبيت أدي لك بس معلومة كده عن الميمو الميمو دي اختصار multi-input multi-output ماشي هو عبارة عن أربعة راو و اتنين ديش أنتنة بنفس الـ Frequency على الأربعة راو تمام وي بيستخدم من Polarization اتنين vertical و اتنين horizontal هو بيبعد data مختلفة على الأربعة راوز فبيزود جمية الـ data اللي هو بمكن استخدامها وبيزود الجفاءة وبيأخر data عن data تمام موضوع كبير جدا الميمو ده ولكن في ظل ما احنا اتكلمنا عن protection ممكن تاخد بس فكرة عنه عن كيفية التوصيل عشان اوفر عليك بعد اللي احنا اتكلمنا فيه ده هنا في الآخر تمام كتبتلك فيه اللي هو السيستم عبارة عن ايه وان بلاس زيرو وان بلاس وان هوتستاند باي والكلام ده كله الـ name بتاعه ماشي والـ number of rows the number of dish antenna number of frequencies number of polarization اللي هي الـ used بتاعته و الـ used for او السيستم ده بيستخدم لايه تمام انا مش عاوزك تحفظ الجدول ولا عاوزك يعني انا بس عملتلك حاجة اسهلية وحاول اوفر لك او اقول لك ان خلي بالك وما فعلا كل السيستم مختلف عن بعض انت لو فهمت زي ما احنا شرحنا كده كل سيستم بيشتغل ازاي ووظيفته ايه انت هتلاقي نفسك بتعمل الجدول ده لوحديك تمام ودي كانت حاجة بتشغل بال كتير من الناس لفسها تعرف ايه الـ حاجة موضع اسئلة حتى لو حديث التخرج حاجة برضو للي شغالين في الفيلد تتفيدهم تماما ان شاء الله انها تبقى حاجة خطيفة وظريفة ويبقى فيديو جميل عليكم كده بإذن الله وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات تاني كتير وما تنسوش لو عايزين تعرفوا اكتر التواصلوا معي عن طريق صفحة الفيسبوك بتاعتي او عن طريق القناة تماما ان شاء الله بحيث ان انت تعد نفسك تبقى مهندس فيلد في المجال الاتصالات مهندس فاهم واستودعكم الله ان شاء الله وإلى ان نلتقي في فيديوهات كتير ومعلومات كتير بإذن الله غيان تعرفوا